موسيقى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحلوة النهاردة هنعمل زنود الست او هنعمل صوابع جلاش المحشية بالكريم الوصفة دي جميلة جدا وسهلة اساس الوصفة دي بتتعامل بعجينة البقلاوة لكن انا النهاردة هعملها معاكم بعجينة الجلاش وان شاء الله النتيجة هتطلع معاكم جميلة جدا جدا معايا لأفا من الجلاش وبقطعه لاربع مربعات زي ما انت شايفة كده بالشكل ده الاربع مربعات بيكونوا متساويين وبركنهم على جنب وبعد كده هنعمل الكريمة بتاعتنا معايا كوبايتين من الحليب ومعلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار مليانين من النشا ببدأ اقلب كل المكونات دي كده مع بعضها على البارد لحد اما النشا يدوب معايا كويس ومعايا كمان معلقة كبيرة من ماء الزهر لو انت حابت ضفيها بتدي برضو طعم جميل للكريم قلبت المكونات كل ده كلها مع بعضها لحد اما النشا كده داب في الحليب وبعد كده برفعهم على النار اهم حاجات كل النار متوسطة ومع التقليب المستمر علشان ما تلكعش منك لحد اما القوم بتاعها يتقل زي ما انت شايفت كده في الفيديو وبعد كده بحط معلقة كبيرة من الاشتا الاشتا برضو بتديها طعم غني لو انت حابت تحطيها برضو او ممكن تستغني عنها وبتقلبه كويس وبتترفع الكريمة من على النار وبتسيبها لحد اما تبرد تماما لما بتبرد شوية بتبقى قومها متماسك على البحث ان انت لما تحشي بها الجلاش ما تتبوشهوش معاك وما يتقطعش منه بتسيبها لحد ما تبرد تماما وبعد كده حطتها في كيس حلواني وببدأ زي ما انت شايفة كده بعمل صوابع بالجلاش فأكبرفها كده زي الزرق حاول ما تكترش كريمة في الجلاش عشان الصوابع بتاعتك تبقى متناسفة وكده وشكلها يطلع جميل معاك عملت شوية كده في البداية من غير ما حط معاهم جزء الهند ولا زبيب وممكن برضه تحط شوية من الزبيب وشوية من جزء الهند بتدي برضه طعم جميل الطريقة سهلة جدا ان شاء الله الطريقة دي سهلة وبتنجز معاك وحلوة كمان في العزومات هكمل الكمية كلها معايا وبرصها افصانية زي ما انت شايفة كده ومعايا ربع كوباية من السمنة نفضل الحلويات تستخدم السمنة بلاش الزيت ولا الزبدة تبدأ حط شوية كده من السمنة على الجلاش بتاعنا وبكون مسخنة الفرن من قبلها وبتحطيها في نص الفرن على الشبكة في النص عشان ما تفرقش منك وتاخد اللون الجميل ده وبعد ما بتطلعها مباشرة بتبدأ تصفي لو فيه اي كمية سمنة زيادة بتصفيها ما شاء الله ما بتاخدش سمنة كتير بس لازم تزود شوية من السمنة عشان الجلاش بتاعكي بقى مورة لان احنا برضو ما ده هنهوش في البداية واول ما بتطلع مباشرة بتكون مجهزة شرباط تقيل بارد الشرباط بتاعنا عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مية وعصير نص لامون وبرضو ما بتكتريش ما بتكترتش شرباط حطيت رشة بسيطة جدا لان انا طبعا حطي على الكريمة معلقتين من السكر ان شاء الله شايفين لونه جميل جدا جدا متحمر من تحته من فوق الوصفة جميلة جدا وسهلة وان شاء الله لما تعملها هتعجبك جدا جدا وبتزينها بقى حسب رغبتك اي مكسرات او وسط الهند طعمها جميل جدا وشكلها شيء جدا في التقديم ان شاء الله لما تجربي الوصفة هتعجبك ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلي كل جديد من فيديوهاتي واسبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة